خلينا نبتدي كلمعتاد بأخبارنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع بالأمس اطلع خلاله على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية على النحو اللي بيحفظ حقوق الدولة والشعب وده فضلا عن عرض التحديات اللي بتواجه الجهات المعنية في الصدد ده وسبل التغلب عليها خلال الاجتماع واجه سيادة الرئيس الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستلاء والتعادي عليها سعيا نحو تحقيق الاهداف المرجوة اقتصاديا وتنمويا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب عقد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب فضلا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد وسبل التغلب عليها وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستلاء والتعدي عليها سعيا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا وتنمويا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب